الآن رئيس سيسي بالهتاف لمصر حاملين العالمة وكان رئيس سيسي توجه مساء أمس الجمعة إلى نيويورك المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين التي تبدأ أعمالها الثلاثاء المقبل أكد دكتور أحمد الشربيني المشرف العام على المتحف القومي للحضارة المصرية بالفستات أنه تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بتحويل منطقة بحيرة عين الصيرة إلى مزار ترفهي وربطها بالمتحف وضف شربيني في تصريح له أنه سيتم تحويل المتحف إلى مركز ترفهي متكامل يضم مسرحا وسينما ومجموعة كافتريات بحيث تقضي الأسرة المصرية يوما متكاملا أثناء زيارتها للمتحف تفقد دكتور محمد المحرصوي رئيس جامعة الأزهر عددا من الكليات للاطمئنان على سير الدراسة مع بدء العام الجامعي الجديد وأكد المحرصوي أن الجامعة تبزل جهودا كبيرتانا من أجل راحة طلاب والعمل على توفير كل ما يحتاجون إليه لتذليل أي عقبات تحول دون تفوقهم مشيرا إلى أنه تم إعداد برنامج متكامل لضمان التواصل بشكل مستمر مع الطلاب والاطمئنان على مدى انتظام الدراسة وعقد منتديات للحوار معهم تضمن حرية النقاش ونشر الواعي بوسطية الإسلام والتسامح والسلام اعتقلت الشرطة الفرنسية ثلاثين متظاهرا وأطلقت الغاز المسيل للدموع خلال الاحتجاجات التي دعت إليها السطرات السفراء وعلنت السلطات الفرنسية نشر 7500 شراطية في باريس استعداد لمظاهرة جديدة لمحتج حرقة السطرات السفراء التي بدأت قبل عشرة أشهر احتجاجا على السياسات الضريبية والمالية للحكومة قبل أن تتحول إلى احتجاج ضد رئيس إيمانويل مقرو وتتزامن المظاهرة مع مسيرة مطالبة بالتحرك من أجل المراخ والاحتفالات باليوم الوطني لتراث الأوروبي ورياضيا يحل فريق الإسماعيل ضيفا على الجونة في الخامسة والنصف مساء على استاد الجونة في أول جوالات الدور المصري الممتاز الموسم الجديدة وفي إطار البطولة عينها وضمن بنافسات الإسبوع ذاته يستضيف بيرامدس فريق إمبي في الثامنة مساء